السلام البنات أتمنى تكونوا كلكم بخير وبأحوال جيدة إن شاء الله و مرحبا بكم الفيديو اليوم سوف نشارك معكم وصفات الصراحة اللي هائلين الوصفة الأولى هي عبارة عن الكفتة بالخضراء في الفرنس كما تشاهدوا معي تجي لديدة غزالة وسهلة و خفيفة ضريفة يعني توجدوها بسهولة و ما فيهاش العدب ولكن تجي بنينة هائلة الوصفة الثانية عبارة عن ماسك طبيعي خطيرة البنات كيف يفتح اللون ديال البشرة كيف يحيد لنا البوقع اللي كتكون فيها و كذلك يعطينا النظرة والإشراق لوجه ديالنا يعني بهالدرجة ديال الحرارة في هاد الصيف هاده غد نخليكم دابة مع المقادر و الطريقة ديالتحضير و فرجة ممتعة و أول وصف غد نبدأ بها هي الكفتة في الفران عندي هنا تقريبا 1-400 جرام ديالكفتة عندي بصلة كبيرة مشلدة و عندي كذلك و تقريبا 1 جوج خزوة محقوقين في الحكا كارقيقة هنا الكفتة تقدروا تديروا الكمية اللي غتحتاجون تماما غد نظيف أيام كما كاتشهدوا معايا تقريبا و احد المعلقة ديال Army و هد نظيف واحد المعلقة صغيرة ديال لبزار معلقة صغيرة ديال ملحة و كذلك غدي نظيف تقريبا وحد المعلقة صغيرة كذلك ديال me Chandrum يظيف أيام كدير كما كاتشهدوا معايا كبار زيت الزيت تعودها بالزيت النباتية ونخلط هذه المكونات معها سنستعمل اليد لي كان أحسن لتجانس العناصر ودخل في بعضياتها هنا البنات تستغنوا على خيز غير هي نحاول أن ندخل خضراء الوديتنا بحل هذه الوصفات سوف نحضر الصلصة التي سنقوم بها الكفتة هذه الصلصة طماطم جاهزة تقريبا 1.5 كأس أو كأس الصلصة تعودها بالطماطم المركزة اضفت حميرة كامون البزار ثومة بودرة تضيف ثومة أطرية ونضيف دامة البنة الخضر تكتفي فقط بالأطرية او لا تضيف اضفت زيت الزيتون وضفت ملحة اضفت الزيتر اضفت الزيتر كما تشاهدون معي من بعد ما خلطتها السلصة تضيف الفران قطعت البطاطا دوائر وطماطم اضفت طبقة طماطم اضفت طبقة طماطم اضفت طبقة على هذا الشكل سوف نضيف على هذا الشكل لها حتى هي نفس السلصة نقسمها على جوج نضيف قطعت البطاطا طبقة الأولى البطاطا نضيف الطبقة الأخيرة الطماطم على هذا الشكل نحضره في الكفتة من فوق الطماطم على هذا الشكل على شكل طولي على شكل دوائر و shrug بلغة الورد وعلى شكل شليلا كما تشاهدو معي فقط نحن بأسابيع على شكل طولي ونحن نضيف بعدها ما يعلمون بحق Evol frame تجمع كل POW اضع الكفتة في الواسط لكي يجبني الشكل النهائي على هذا الشكل نغطيها بالورق الزبدة و الورق الاليمينيوم و ندخلها للفران السخون من قبل تقريبا نجعلها غير 1 من 45 ساعة لا تشتش معنا في الطيب و نتلاقوا بشكل نهائي و هذا هو الشكل النهائي لطبق الكفتة في الفران بالخضرصة تأتي غزالة و تأتي عائلة و هنا من بعد طابت لي لتحمر قليلا و اضفت لها قليلا طماطم من الفوق لتعطيني هذا المنظر و كذلك تعطيني حموضة كما تشاهدوا معي الكفتة لا تأتي نهائيا و تأتي خاطر المرقة و تأتي عاقدة و تأتي هائلة غير جربوها البنات سوف ندخل معكم الوصفة الثانية اللي هو عبارة على المسك الطبيعي اللي سوف نحتاجه فيه كما تهدوا معي الخرقوم البلدي يكون مطحون من الأحسن تشري و تطحنه هنتوما باش عارفوا اشنو فيه سراحه الخرقوم رهائل هائل البشرة جهدينه و الجسم دينا كذلك غادي نحتاج خزو محكوك اللي معروف بالفيتامين أ و غا نحتاج كذلك هنا خيارة نصف خيارة محكوكة و نصف خزوة محكوكة يعني فيهم فيتامينة غزالين و رائعين و غادي نحتاج هنا نصف حمضة هنا الحمد يبقى على حسب البشرة ديالكم البناتي لكانت البشرة حساسة ما تضيفوش العصر ديال الحمد فقط كتافيو بالمكونات الأخرى وغادي نحتاج باش نجمع هاد المكونات عفواً غادي نحتاج ماورد تقدرو كدالك تجمعوه إما بياغورت طبيعي مسوس ولا تضيفو ماورد ولا تضيفو كدالك الحليب من أي ماسكا البنات راه تدي ما كنقولها لكم ضروري خاسكم دير تقشر لوجه ديالكم بأي مقشر انتم ما كتبغيوه انا اجليكم هنا يا مقشر اللي ساهل و بسيط هو نصف ديال طماطم او نصف ديال ماطيشة تاخدوها واضيفو لها واحد شوية ديال سكر سانيدة وديروها عبارة عن مقشر يعني تحكمو بها لوجه ديالكم او المناطق بحلق عين ديال رجليكم ولا ديال ايدكم المناطق اللي بغيتو تفتحو فيها البشرة وبغيتو تحيدو دك السواد وكذلك دك البوقع يعني كتكون البشرة ممت وحداش كناخد نصف طماطم او نصف ماطيشة كنبقا هكا تندير هاد الماساج او كندير هاد الحركة دائرية على الوجه ديالي وعلى المنطقة اللي بغيتو نوضع فيها الماسك على هاد شكل هادارة طريقة ساهلة و بسيطة غير ضروري البنات قبل ما تديرو اي ماسك كنقولها ونعودها ضروري تديرو تغسلو وجهكم زيان و تديرو التقشير الوجه باش البشرة كيتحلو الماسامات و كيتحيد هذا الجلد الميت باش كتهيئو البشرة ديالكم الماسك ل هادوك المكونات اللي فيه تقبلهم ليكم البشرة و ياخد نتيجة رائعة رائعة كما كتشاهدوا معايا على هاد شكل هادا كنبقى تقريبا كما قد لكم من دقيقة حتى الجوش دقيقة و انا كندير في هاد الحركة الدائرية بهاد شكل هادا من بعد هنا ما كيسالي ليدك نحس بانه ما بقاش عندي سكر سانيده كنضيف واحد شوي و كنعاود ثاني نبقى نحق المنطقة اللي بغيت نوضع فيها هاد الماسك هادا دابا غدي ندوز و نحضر معاكم الماسك هنا من بعد ما غسلت اليد ديالي بطبيعة الحال غدي ناخد كما قلت لكم هاداك العاصير ديال نصف حامضة هنا تقدروها البنات السغناء وعليه اللي عندهم البنات بشرة حساسة من الحامض يعني ما كتستحملوش البشرة ديالو ما كتستحملش الحامض وهو صراحة زوين بزاف كيساعد في تفتيح ديال البشرة ولكن اللي عندها الحساسية ديالو بقا كان عودها ما ديروش غدي نضيف معلقة كبيرة ديال الخرقوم و وضفت هاداك نصف خيز و محكوك في الحقيقة كرقيقة و كذلك هاداك نصف الخيار حتى هو راه معروف البنات هاد المكونات صراحة رائعة ديالماسك خاطير خاطير البنات البشرة ديالنا الوجه ديالنا لها هادو كي قلت لكم الكوعين ديال اليد ديالنا و ديال رجلين ديالنا يعني كيكون فيهم اللون شوية غامق من فتوح شو كذلك البشرة ديال وجه ديالنا كيكون اللون ديال البشرة مام يعني مام توحد شا تكون بلاسة بيضا و بلاسة اللون ديال ها شوية غامق على الاخرى راه هاد الماسك واعر خراصة لبنات الخرقوم البلدي انا كنصحكم به غزال غزال البشرة كي ماشتوا معي راني خلطتو بماورد كي ما قلت لكم تقدرو تخلطوه ياما بالبياغورد طبيعي مسوس ولا تخلطوه بالحليب حتى ماورد البنات راه غزال البشرة ديانو خلاص مع هاد الصيف هاد الماسك واعر واعر البنات كان وضعوه الماسك ديالنا لها تشكل هادا يعني كان قونه الزوب الل ديالو بكل شي كان وضعوه لبناتها غير ديروه الوجه ديالكم ولا البلاصة اللي بغيتو كي ما قلت لكم تفتحوا فيها الهديك المينطاقة راه كي يلسق هادا كل الخيار و خيززوره يعني ما كي يطحش معاكم على هاد شكل هادا ونخليوا تقريبا واحد من عشرين حتى ثلاثين دقيقة على الوجه ديالنا ومن بعد نغسله وكذلك ما ننسوش ديما من بعد اي ماسك خاصكم اللبنات ديرو ايا اما طونر ولا تشدو ماورد ترشو به الوجه ديالكم باش تصدو المسامات ما تخلو المسامات محلولين وديرو الترطيب كذلك باش تلقاو نتيجة رائعة صراحة اه غزال هادا هاد الماسك هادا كما قلت لكم تقدرو تديروه على الاقل وحج مرات في السيمانة ولا مرة في السيمانة ورى النتيجة ديالو مبهرة 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 لبنات يعني عن تجربة الشخصية انا ديما كنستعمله ديالبنات مشاركة معاكم بزاف ديالوصفات اللي فيها الخرقوم اه في القناة ديالير غادي تلقاوهم اه في صندوق الوصف غادي نخليكم قاع الماسكات اللي د حل خرقوم هائل البشرة رائع رائع بزاف كنتمنى من كل قلبي الفيديو دياليوما او الوصفة دياليوما يكونونانو الاعجاب ديالكم وتجربوهم وتخليوا ليه تعليق ديالكم وما تنسونيش كذلك من تجاعت ديالكم واللايكات ديالكم اللي كنشكركم عليها بزاف بزاف من كل قلبي واللي اول مرة كيشاهد الفيديو ديالي ماينساش يدير الشراك في القناة ويفعل كذلك الجرس باش ان شاء الله يوصلوا اي جديد حطيتوا في القناة انا كنضرب لكم موعد ان شاء الله في الفيديو الجاي وب السلام عليكم